اليوم هنكون خلفين يعني إن شاء الله عليكم في شرح أو توضيح وعد حكومة الإمارات والمنطلقات اللي خرجت من أو اتخذتها الحكومة ذو الإمارات لإخراج هذا الوعد اليوم أنا حاب أعمل بجوز البرنامج شوي تفاعلي شوي يعني نطرح بعض الأسئلة وبس أنا يعني الإجابة حتكون يعني من طرفكم يعني بعض الاستفسارات عشان يعني نطفي شوي التفاعل على هذا الموضوع الآن كوعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل طيب هل كان في شيء بديل قبل الوعد يعني هل الوعد جاء بيعني لإحلال أو للاستبدال وثيقة أو دليل أو قبل الوعد مين بقدر يقول لي يا أخوة يعني يجاوب أنا مش شايف الأسماء مش حايد أظن أن تقلع أسماء أي مستاذ ياد له الميثاق ميثاق ميثاق المتعاملين أو معادة تسعى المتعاملين صحيح هذه أعتقد أخت معنا سميرة 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 فبالتالي إذن يعني لاحظوك أنا دائماً بقول للأخوة في الإمارات أنتم محظوظين في الدولة أن الدولة قاعدة بتهيئ يعني زي ما بسوى يعني قاعدة بتهيئ كل ما يحتاجه الموظف لإنجاز أعماله أو لإنجاز ما هو مطلوب منه فلاحظوا أن الدولة تسبق الجهات يعني معظم المبادرات خلنا نقول الريادية أو القايدلاينز تصدر من الدولة ومن الحكومة دولة الإمارات وهناك مساحة لهذه الجهات للإبداع وتنفيذ وهذه الأدلة سواء هو ما يتعلق بإطار عام لإستراتيجية جاوة الحياة سواء إذا هو إطار عام يتعلق باستراتيجية تقديم الخدمات إذا هو يتعلق باستشراف المستقبل إذا هو يتعلق بالدكاء الاصطناعي الأدلة دائما تصدر بسرعة وتطور وتحدث فالوعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل جاء بهدف جاء بهدف أولا حلال لمثاق خدمة المتعاملين أو معادلة مع متعاملين هو المثاق تطور كان مثاق ولين صارت تطور لمعادلة وصدرت اسمه مثاق بعدين انتقلنا الآن للوعد هذا واحد وهذا الوعد وهذا الوعد هو يعني جزء من التعبير من طرف الحكومة والجهات الاتحادية الملتزمة مع الحكومة بتحقيق رؤية أن تكون دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم تقديم الخدمات فإذا بتلاحظوا أهمية التركيز على تقديم الخدمات وهذا يعني كله يرتبط بجودة الحياة فبالتالي بالتالي لتحقيق هذه الرؤية لتحقيق هذه الرؤية وضعت الحكومة عدد من الاستراتيجيات وأنا بالنسبة لي يعني أهم استراتيجية مرتبط تقديم الخدمات وما يتعلق باستراتيجية تقديم استراتيجية الخدمات الحكومية ولكن الواعد جاء كمبادرة من حكومة دولة الإمارات وأنشئ في عام 2020 هدف هذا الواعد توضيح المبادئ الرئيسية التي تصمم والتي تستخدم في عمليات التصميم وتقديم الخدمات الحكومية في دولة الإمارات الآن هذا الواعد لم يموجه؟ موجه للموظفين ولا موجه للمتعاملين ولا موجه للقيادة ولا موجه لم يموجه برأيكم؟ دولة الإمارات الجميع يعني للجميع وخصوصا المتعامل المتعامل مش هيقرأ استراتيجية استراتيجية الخدمات المستقبل لن يقرأ المتعامل الاستراتيجية وما بهمه السياسات للتحوض الرقمي وما بهمه السياسة الهوية الرقمية المتعامل يريد يقرأ شيء مبسط وشيء مباشر عن كيف تلتزم الدولة بتطوير الخدمات وتحسينها الخدمات وتحقيق هذه الرؤية أن تكون دولة الإمارات أو حكومة الإمارات في العالم أفضل حكومة في العالم تقديم الخدمات وبالتالي لما تم تصميم هذا الوعد تم بناء أو بناء على ثمانية محاور أو ثمانية وعود وهذه الوعود تعتبر هي الإطار العام للعمل للمفاهيم الرئيسي فبالتالي الإمارات أو الحكومة الإمارات تقول أن الإنسان توعد أن الإنسان أولا وتعد بأن الأولوي لخدمات الرقمية وهناك وعد أن تطلب المعلومة مرة واحدة من المتعامل وتوعد يعني هناك وعد للمتعاملين بأن أبياناتهم ستكون آمنة وستضمن خصيتهم وهناك وعد بأن القنوات الخدمة موحدة ومتنوعة ومتناسقة وعد بأن توفر تجربة سريسة واستباقية للمتعامل وهناك وعد بأن الخدمات لها قيمة ويعني الرسوم تتناسب مع الجهد والجهات الاتحادية ستبذل قصارى جهدها في تطبيق مبادئ الكفاءة التشغيلية فبالتالي هذه وعود الحكومة يعني التزمت هو التزام التزام أو وعد طيب إذا الحكومة التزمت أو الحكومة أطلقت هذه الوعود هل هذه الوعود ألا تحتاج إلى مراقبة ألا تحتاج إلى أن الجهات الاتحادية تأخذ بعين الاعتبار هذه الوعود وتبدأ بمراجعة نشاطاتها عملياتها التشغيلية عملياتها الإدارية استراتيجياتها لضمان أن تحقق كل جهة اتحادية منفردة هذا الوعود وبالتالي الحكومة مشتركة ستحقق هذه الوعود لذلك جزء مهم جدا أن ندرك أن هذه الرؤية هذه الرؤية لن تحقق إلا من خلال عمل الجهات الاتحادية منفردة ومجتمعة وأداها سيظهر كأدا حكومي موحد طيب إذا أنا الآن يعني الحكومة التزمت ووعدت وهذا الالتزام انتقل انتقل للهيئة إذن الهيئة تلتزم الآن أن تكون الإنسان أولا والهيئة تلتزم بضمان أمن البيانات والهيئة تلتزم بالتجربة سلسة والهيئة تلتزم بالقنوات إذن انتقل هذا الالتزام من الحكومة إلى الهيئة ولكن الدور الذي تقوم به الحكومة هي مراقبة مدى التزام هذه الجهات الاتحادية بهذه الوعود وهل فعلا الجهات الاتحادية تطبق هذه المعايير أو هذه المحاور في تصميم عملياتها وفي تصميم قنوات الخدمة وفي التعامل مع المتعاملين هذا مفهوم الوعد هذا هو مفهوم الوعد طبعا ممكن واحد يقول طيب يعني أنا ممكن ما نطبق عليه هذه الوعود كاملة هنشوف هل يعني في مجال أنه جهة ما عندها بيانات هل في جهة ممكن خدماتها غير قابلة للتحاول الرقمي هل في جهة مثلا لا يمكن تقديم تجربة سلسة برأيي لا معظم هذه الوعود سيكون لها دور أو تطبق من جميع الجهات الاتحادية وكل جهة الاتحادية عليها واجبات ومسؤوليات تجاه البحث عن كيف ألتزم أنا كهيئة بأن الإنسان أولا وكيف ألتزم بأن أطلب المعلومة مرة واحدة طيب بأن نرجع إلى استراتيجية أمس التي لم يحضر معنا ولكن لا نستجع بسلايد أو سلايدين فقط عدد محدود من سلايدات عشان نعرف كيف الوعد جاء لما استراتيجية الإمارات الخدمات الحكومية هي تحدد ملامح للخدمات في الفترة الزمنية لغاية 25 وهو الاستراتيجية تعتبر رودماب عالي يعني عالي المستوى لتنفيذ الاستراتيجية والحكومة يعني تلتزم بتحقيق الريادة من خلال إطلاق مؤوية الإمارات 71 ومن خلال الاستراتيجية الوطنية جودة الحياة حتى الآن مبارح وأنا ببحث في دليل عن السعادة الوظيفية بعد دليل عن السعادة الوظيفية وعن التوازن بين الجنسين والتوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية كنت تكلم عن الكورنسترين الصباح في هذا الموضوع فالأدلة موجودة يعني الإرشادات موجودة والحكومة تركز على مبادئ نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ولكن لتحقيق ذلك لتحقيق كل ما سبق تم إطلاق وعد حكومة دولة الإمارات وهو يوضح المبادئ الرئيسي لتصميم وتقديم الخدمات يعني عندما تفكر في تصميم الخدمة تحتاج إلى أن تفكر بالوعد وعندما تقدم الخدمة للمتعامل تحتاج إلى أن تفكر هل الخدمة ضمن قنوات موحدة هل بينات آمنة هل القناة أو الأولوية أو نمنح الخدمات الرقمية أولوية وانتقال الخدمات الرقمية هل وضعت بعين اعتبار التجربة وأن الإنسان أو أنه متعامل بلا جهد أو أنه أنا بدأت أصمم خدماتي تتوائم مع الإنسان وهنا ما تتكلم مع الإنسان شوف ما تتكلم ما قلنا متعامل قلنا إنسان لأنه الإنسان يمر بدورة حياة فممكن دورة حياة قد ترتبط بدورة حياة الإنسان المرتبطة بالزمن بالعمر وقد ترتبط بالانتقال الحالة أنا كنت طالب صرت موظف أنا كان عمري ثمانطاعش صار عمري أربعين قد يكون واحد أعزب صار متزوج فالإنسان له كثير من دورة حياة الإنسان تتغير مع الزمن وبالتالي قد يكون بطلنا نتكلم عن متعامل بشكل مباشر نتكلم عن الإنسان أولا وبالتالي هذا اللي أنا بدي أوضحه أنه الوعد جاء لخدمة أو يعني ليوضح المبادئ التي تعتمد عليها الاستراتيجية وتعتمد عليها المئوية وتعتمد عليها الاستراتيجية الوطنية لدورة الحياة وتعتمد عليها دليل السعادة الوظيفية ودليل إسراف المستقبل والخدمات الاستباقية كل ذلك لذلك يعني الآن صيغة الوعد لكن الإخوة والأخوات اللي في إدارات تقديم الخدمات والإلهم علاقة مباشرة مع المتعاملين كانوا يشوفوا دائما مثاق المتعاملين مثاق المتعاملين وعندهم معرفة وعندهم جزوعي وغير ذلك الآن صيغة الوعد شوي يعني الصيغة تغيرت شوي فذلك إن هذا التوضيح يعني اليوم المشكولين الأخوة في الموارد البشرية اللي بقدموا هذه الورشة أو يعني نظموا هذه الورشة فبالتالي الوعد جاء لكي يوضح المبادئ المبادئ التي سنصمم عليها خدماتنا في الهيئة وفي باقي الجهات الاتحادية عشان إحنا ندرك ندرك سريعا طبعا ندرك التوجهات الاستراتيجية لخدمات المستقبل وإخوان عشان تكونوا بالصورة دائما لما أنا بتكلم عن المستقبل أنا بتكلم يعني مفروض تكلم على 10 years plus هيك معظم اللي تشارك بقول أقل من 10 سنوات لا يعتبر يعني من المستقبل فلاحظوا الدولة لا تبحث عن يعني خدمات عشان أنا يعني أنجزها أو عن مستقبل القريب سموه أنا ببحث عن المستقبل البعيد وطبعهم بصنفوا حتى المستقبل القريب والميديوم والمتوسط والبعيد لكن لما أنا بتكلم على استشراف مستقبل بتكلم على 10 years plus فالتواجهات الاستراتيجية هناك نحتاج إلى بناء ثقة بين الحكومة والمجتمع وهذه الثقة تحتاج إلى أن تكون مبنية على مثلا واجبات ومسؤوليات كيف تكون شراكة مع القطاع الخاص كيف يساهم المجتمع في تصميم خدماته في استماع الرؤى المتعامل من هذه الثقة وهناك مؤشر عن الثقة دائما يتم مراقبته وهو من أحد المؤشرات الاستراتيجية على مستوى الحكومة الآن من هذا التوجه بعد نحتاج للحصول على خدمات بشكل مترابط وسلس موضوع أنه الانتقال من جهة حكومية لجهة حكومية من طلب لطلب من طلبات متعددة في نفس الجهة من متغيرات نحتاج لتخلص منه وهذه الاستراتيجية تحتاج إلى أن تنعكس على اه 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 تقدم لتعزيز اه جودة الحياة يعني أنا أعطيكم مثال اه في الأردن سابقا وهذا أبدأ أقولكم عن الإمارات مثال في الأردن سابقا لما كنت بدأ روح اه مثلا اه اه ارخص سيارتي اعمل يعني اجدد ملكية سيارة كنت محتاج يعني يبدأ يوم اجازة في الامارات في الامارات في الستة وتسعين ستة وتسعين نعم لما كنا نطر نروح نجدد الإقامة كنا نروح الساعة خمس الفجر على مراكز المعنية بزي مثلا الإدارة العامة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي تخيلوا فلاحظوا النقلة النوعية اللي انتقلت اللي انتقلت يعني فيها دولة الامارات من انه الان انت بتجدد إقامتك وانت في البيت الفحص الطبي ممكن مرتبط مع التوقيع الرقمي وهذا كله يعزز من جودة الحياة هذه خدمات يعني قلنا نقول غير مباشرة بالإضافة في جهات مسؤولة عن خدمات تقدم خدمات المجتمع بشكل مباشر تحتاج إلى أن تكون يعني تعزز من ما يسمى بالكواتف لايف أعطيكم كما مثال على الامارات أنا في ستسعين ستسعين سبعة وتسعين ممكن ستة وتسعين عملت فحص قيادة في الشارقة في الشارقة اللي منكو يعني من أهل الشارقة وبتذكر في هلاك الزمن كان يأخذوك في سيارة الفحص ويطلعوا فيك في مكان طبعا بيأخذوك من المركز ويأخذوك من المركز بيأخذوك من المركز و من المركز وبمشوا بالشوارع يعني عشان ماكو الفحص بالعادي بيطلعوا اثنين إذا أنت حظك الأول في مكان معين في نصف الطريق بنزلوك سواء ناجح أو راسب بولك انزل خلاص انتهى الفحص رجعنا على الدائرة خذ نتيجة الفحص إذا ناجح بتأخذ نتيجة الفحص بتأخذ الرخصة وإذا لا سمح الله مش ناجح بتحجز موعد سابق فلاحظوا كيف يعني أنا عشت هاي التجربة نزلوني في مكان بعرف شوين صرت وين أنا يعني أنا مش من يعني مش من سكان شارق كنت يعني بس كان إقامتي على الشارق في بداية العمل فلاحظوا كيف يعني الآن كل مفهوم الخدمات انتقل بطريقة يعني تسارعية أدت إلى ثورة في عالم الخدمات نحتاج إلى التوجه الآخر تقديم خدمات شخصية تصمم حسب في استباقية وهناك دليل لخدمات استباقية الأخوان اللي ما حضروا معنا أمس وفي النهاية نحتاج إلى وضع إطار يحوكم يحوكم عمليات استخدام البيانات عمليات تصميم القنوات عمليات الدخول مثلا الدخول واستخدام القنوات بعدد من الأدوات تضمن السرية وتضمن هذا كل من توجهات استراتيجية هناك تصور مستقبلي للخدمات على مستوى المتعاملين والحكومة فالمتعامل يبحث عن خدمات رقمية في المستقبل متوفرة 48 ساعة الآن هنتكلم عن هذا التوقعات المتعامل يتوقع الاستمتاع بتجربة مش أنا أكون رائع على الهيئة وأنا يعني مثقل بالهموم أنه والله معاملتي ستنجز أو لن تنجز مثلا هل هناك تصميم لخدمات باقات استباقية وخدمات استباقية تطلب وتقدم للمتعامل قبل طلبها مثلا وكيفية اشراك المتعامل هذا كله احنا معاد من أمس بس هنتقل على الوعد قريبا خلال وتسخير التكنولوجيا كيف أنا أضمن أن التكنولوجيا هي المتوفرة والتي تساهم الحكومة بتوفيرها في تصميم خدمات وأنجاز معاملات الآن الحكومة تحتاج الحكومة أن تكون مرينة ورشيقة ويعني هناك تكامل وربط في الأنظمة ومرجعية موحدة ودليل موحد وغير ذلك من أمور الموظف من موظف يقدم خدمات تقليدية إلى موظف يتعامل مع مراكز ذكية موظف يساهم في مساعدة المتعاملين على حل مشاكل التقنية ومشاكل يعني الرقمية والبيانات تحتاج أن تكون متكاملة مشتركة تمنح المتعامل خلينا نقول سهولة في الحصول على الخدمات الآن هذه نتائجنا متوقعة هنرجع النتائج بعدين الآن نرجع الوعد كم وعد لدينا في دولة الحكومة الإمارات خلينا نشوف مين بجاوني كم وعد الحكومة كم وعد وعدت ثمانية مين بيقول ثمانية ثمانية نعم نعم صحيح ثمان وعود الحكومة وعدت بثمان وعود لخدمات المستقبل هو الاسم المسمى يعني الرسمي وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل يختصر وعد حكومة دولة الإمارات إذا عندي ثمان وعود هذا المثاق سابقا المثاق كان موظف فخور طبعا يا إخوان لاحظوا مبارح يعني أنا هذا من هيئة شوف من 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 ببحث عن المثاق على ما لقيت صور المثاق اختفى خلص فرجعت لملفاتك عشان أحصل منها نسخة من المثاق كنت حاب أضيفه في 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 فالمثاق هو عبارة عن معادة لإسعاد متعاملين نبحث عن سعادة وكان يركز على الموظف والجهة والمتعامل وهناك التزامات محددة على كل طرف طيب الآن وعد حكومة الإمارات الإنسان أولا أنا هذا الربط يعني حاولت أنا شخصيا يعني أربط بين استراتيجية أو محاول استراتيجية تقديم الخدمات وبين الوعود ونعطيكم أمثلة هذه أمثلة يعني مقترحة من عندي يعني على خلنا نشوف يعني كيف ترتبط المحور الاستراتيجي مع المبادئ أو مع الوعود أولا الإنسان أولا أولا نحن رقم واحد الوعود الأول الإنسان أولا الوعود شو بقول خدمات حكومية تتمحور حول الإنسان فلذلك الآن نحتاج إلى أن نفكر بالمتعامل كشخص يتطور كشخص ينتقل من مرحلة إلى أخرى وهذه الخدمات تحتاج أن تكون مصممة لتتناسب أو لتناسب احتياجاته ومطلباته وتفضيلاته ويتم تصميمها معه إذن في أكثر أكثر من يعني من من عشان نقدر نفهم هذا الوعود الربط اللي أنا شفته أكثر شيء مرتبط هو يرتبط مع خدمات شخصية وأستواقية تركز على الإنسان قد لا يكون الربط 100% بس هذا الربط اللي أنا حاولت أشوف أفضل ربط مع أفضل محور يعني وين تناسق بيجي بس لاحظوا أنه في المحور تراعي الاحتياجات وحداث اليومي حياته وهي تناسب مع احتياجاته تصل للمتعامل طيب إحنا شو ممكن نقدم عشان نضمن أنه فعلا إحنا نلتزم كهيئة بأن الإنسان أولا أحد أشياء اللي محتاجينها جمع احتياجات وتفضيلات المعنيين أنا سميتهم معنيين هنا يعني سميتهم معنيين أنه ممكن يكون متعامل ممكن يكون من يعطيني بعد عشان أنا ألتزم بالوعد عشان أنا أقول أنه أنا كهيئة ملتزم بالوعد شو محتاج بعد أجمع أو شو محتاج أراقط أو شو محتاج أنشئ عمليات أو مبادرات شو رأيكم من يعطيني الحكومة نعم أسمم خدمات على حسب احتياجات المتعاملين تصميم الخدمات طيب تصميم الخدمات حسب الاحتياج طيب إيش بعد طيب لو أنا قلت لكم هل نظام دارت الشكاوى جزء من جمع احتياجات الضيارة المعنيين نعم أنا أنا قاعد بسمع على صحيح طيب شو عندي أنظمة في الهيئة كمان ممكن تساعدني ملتقيات المتعاملين والشركاء والموردين ما بننفذ نحن ملتقيات بننفذ طيب ما عنا تغذية راجعة مدرسات السعادة عنا ما عنا مجموعات تركيز عنا هل المتعامل بيقدر يصل لكل القنوات لاحظة هذا كله الآن أنا عندي هنا أنا أحاول أبحث عن احتياجات وطلبات وتفضيلات أنت ممكن تضيف عليها بعد أنا أعطيك أمثل الآن هل المتعامل ممكن يصل لهذه القنوات هناك نسبة استخدام متعامل عشان أعرف هل أنا قنواتي تناسب المتعامل ولا لا هل أنا قنواتي مبنية على مبدأ الإنسان أولا إذا هل هناك عندي خدمات استباقية قبل ما يطلبها أنا أبحث عنها هل هناك خيارات لإيصال الخدمة إذا كانت خدمة غير مرقمنة مثلا من العشرة في المئة غير مرقمنات هل بشارك المعنيين في تصميم الخدمات هل بجيب أنا فئة من الشركاء سواء بخدمات الطيف الترددي عندكم وبجيسمحهم وبقولهم أنا هذه الخدمة الحالية أنا محتاج أني أنا أطور هذه الخدمة أستاذ إياد أنت تقصد هنا مجالس المتعاملين صحيح؟ مجالس متعاملين مجموعات تركيز نعم أي فكرة نعم نعم صحيح؟ أنا الفكرة تاعتي أنه بدي أشوف أنا فعليا ما هي المبادرات ما هي الأنشطة اللي بقوم فيها داخل هيئة عشان أضمن أضمن أن الواعد يتحقق هل أنا طبعا أسألك السؤال لو أنا بجمع دورية المتعاملين دورية يعني دورية احتياجات يعني مجموعات تركيز أو متقيات المتعاملين مرة كل سنتين مرة كل سنتين هل فعلا أنا بكون بصمم خدماتي بناء على الإنسان أولا شو رأيكم بالضبط أنا محتاج أكون على اتصال وتواصل قريب ودورية قريبة مع المعنيين مع المتعاملين ممكن مرة كل ربع سنة ممكن مرة كل شهرين الجهة أو الهيئة هي بتحدد لكن إذا أنا باجي على جهة وبشوف إنه هذه الجهة تجتمع مع متعاملين مرة كل سنتين بقول لا يعني أنت ما بتبحث عن احتياجات مطلبات وتفضيلات متعاملين هل أنا بميز بين الاحتياجات والتفضيلات هاي أشياء أساسية تحتاج إلى إلى توفير وهذه تفضيلات يتم جمحها من خلال أسئلة مباشرة من خلال بيانات المتعاملين اللي أنا بسجلها بالكسمة بروفايل هل أنا براعي هذه التفضيلات وبقدم لهم يعني قنوات تتناسب مع هذه التفضيلات فهذا مبدأ المحور الإنسان أولا طبعا هنيجي في النهاية على يعني هل محتاجين إحنا نوفر شيء يقاس أو شيء يتم تقديمه نحن نتكلم عنه في نهاية الثمن وعود طيب وعد الأولويات الخدمات الرقمية فإذا بنلاحظ إذا بنلاحظ أنه الوعد يركز على ما يشمى بالتحول الرقمي والتحول الرقمي بتوفير خدمات استباقية آمس ذكرنا أنه في عنا دليل خدمات استباقية أعتقد هو موجود على السلايد مفوض يظهر على السلايد يعني مجدار على السلايد طيب دليل خدمات استباقية وهذا الدليل تكلمنا عنه أنه في عنا خمس معايير ل تصميم أو خلنا نقول للخدمات الاستباقية احنا قلنا أمس مبارح الحالة تغير الحالة قلنا ايش كمان بعد مين مذكرني انا ذكرت أربع عامس اللي حضر معنا شو خمس معايير ما الدليل خدمات الاستباقية والزمن والارتباط وبعد بعد قلنا واحدة الحالة والزمن والارتباط و نسيت انا بعد فعنا خمس معايير الخدمات الاستباقية طيب الان مدى توفر الخدمات الرقمية كم نسبة الخدمات الرقمية اللي عندي انا متوفر في الهيئة بدأ قيس عشان انا اقدم ادلة على انه انا فعلا كهيئة ملتزم بانا الاولوية لخدمات الرقمية عندكو رقم اخوان عن نسبة التحول لخدمات الرقمية صديقنا طارق الاشرم عنده خبر عنده نسبة ايو اياد ممكن اكيد اكيد ابو محمود رحل المئة بالمئة بالشاديات بالنسبة للخدمات الطيف الترددي التحول الرقمي عندنا 100% طيف الترددي تمام اخيات هي نسبة تحول الخدمات الرقمية التي تقدم للأفراد وخطاع العمال هي رقمية 100% باقي عنها كان الخدمات التي تقدم للحكومة فتم دراسة موضوع اللي انت حكيت في بالبداية انه مثلا اذا بديت نحك مليون درهم عشان اتمت خدمات عدد استخدام قليل او خدمات مثلا مثل تقدم لدوية صالات اصدار رخصة تيلي كوم بروفايدر اللي هي بجوز كل خمس سنوات ست سنوات لا تصدر فتم دراسة تم الأتمت ورغم هذا صار فيه مبادرة بالتنصيق مع سعاد المتعاملين تقليل المعلومات على اتمت خدمات ال بشكل نصر لنسبة تحول كاملة 100% لجميع الخدمات الهيئة جميل فنسبة تحول الخدمات الرقمية شكرا اختار طيب نسبة توفر الخدمات الرقمية على القنوات المختلفة يعني هل توفر الخدمات الرقمية متوفرة بنفس المستوى على كل القنوات ولا تختلف هذا مثلا سؤال نفسكم لأن التفضيلات المتعاملين يمكن أن يكون تفضيل يختلف عن تفضيل حميد ولا عبيد ولا زيد فبالتالي أنا محتاج أني أشوف نسبة توفر هذه الخدمات سؤال عياد عندي سؤال لو سمحت تسمعي تفضل يا سيدي تفضل إذا أنا كمؤسسة أو كجهة حكومية وفرت الخدمات الرقمية على المنصة عندي أو على الموقع بنسبة 100% يعني هي متاحة لكل شيء إذا أجتني جهة حكومية قلت لك أنا أدري أنا أقدر أحصل الخدمة هذه رقميا أقدر أدخل وأعمل الهوية الرقمية وكذا وكذا وحصل لكن أنا طبعية عملي تحتم على عدم استخدام منصات كمالرقمية أنا أفضل أن أخذ طلباتي منكم بالطريقة التغليدية هل يعتبر أنا لبيت طلب التحول الرقمي أو عود دولة الإمارات لأن أنا على استخدامها لطبيعة عمل يعني طبع يعني خليني بس أنا أسر أبدو أنت أتكلم على جهات غير مدنية يعني عشان بس نكون الموضوع واضح نعم يعني إذا كان في الموضوع خصوصية موضوع عمني موضوع نعم ممكن فأنت بتكون لبيت لكن من كمان يعني الجميل في الموضوع نحاول جزئتين نحاول نعمل توعية إذا كان هو الخوف من موضوع مثلا الأمن الرقمي الأمن السبراني كويس أنه نعمل مثلا ورش تعريفية عن هذا الموضوع وأنه أنتم في أمان وموضوع فعلا يستحق أنه نعم يعني الطرق التقليدية هي آمن طريقة نتيجة حساسية هاي كلاسيفايد مش عارف يعني بس أهم شيء ما يكون في هاي ترانزاكشن على هذه الفئة يعني ما يكون عندي والله حجم كبير متعاملين هم بدهم قنوات تقليدية لكن طبعا من يعني من دراسات التفضيلات أنه والله تفضيله هو يتعامل معك بطريقة تقليدية نتيجة خصية في عنده أو نواحي أمنية أو نواحي خلنا نقول على البيانات أو على المعامل نفسه ما في مشكلة لكن ما يكون المعظم من هذه النماذج متوفرة وموجودة إذا هذا موجود إذن إحنا لاحتاج ساعته إلى عمل ورش توعوية بأنه خدماتنا آمنة خدماتنا مراقمنة يصعب الاطلاع ندخل على السيستم نورجي كيف يعني البروست بيصير بنجيب يعني إذا كان جهة حكومية أو جهة يعني جهة يعني جهة مقابل جهة عشان يطمئن أنه أنه هذه الخدمات يعني صعب أنه تداخل البشري أو تداخل أي واحد من خارج المعنيين أنه يطلع على معلومات بس بشكل عام نعم إذا أنت عملت على على القنوات لكن السؤال الثاني هل باقي المتعاملين بيأخذ الخدمة هذه من هذه القناة وهو بس هذا المتعامل أو هذه الفئة المتعاملين لهم ما بيأخذوا هذه الخدمة نعم نعم هي الخدمة الخدمة بشكل عام يعني متاحة للجميع متاحة للجهة للمستخدم هذا نعم ومتاحة للمستخدم الآخرين المستخدم الآخرين يأخذونها مئة بالمئة خلاص مؤشمتة نعم نعم واضح واضح بس الدور أنك تكسر الجمود والتحدي اللي عند يعني إلا إذا كان فيه أشياء مبررة خلاص يعني في بعض الآن لغاية الآن بعض بعض أعطيكم مثال يعني لما لما استلم الرئيس الأمريكي أوباما الرئاس الأمريكية منعوا يستخدم يعني سمحوا له كان أيامها يعني الأهواتف الذكية يعني ثورة بداية الثورة الأهواتف الذكية فسمحوا له فقط يستخدم بلاك بيري في هذا الوقت اللي هي من شركة ريم Research and Motion وهذه الشركة الاتصالات أو ما بتروح عندهم هم يعني هوست في كندا وعندهم هوست في لندن وكل الاتصالات بتمر من خلال هذول هوست فقط ما بتروح عن نتوارك العادي فبالتالي يعني فيه لكن الآن سمحوا أن النواحي الأمنية لهذه الأهواتف الذكية تم تطويرها وتم اعتمادها وتم يعني حتى يعني إضافة نواحي أمنية أكثر أكثر لمثل هذه يعني الرؤساء وسمحوا باستخدام فمرات نعم ويمكن أن يعني نلجيها بعد أن تتحفظ على الاستخدام الرقمي لكن فيه دور أنك أنت توضح له حجم الأمن الرقمي اللي أنت بتوفره حضرتك كهيئة لهذه القنوات عشان يقتنع أنه والله إلا إذا كان فيه والله سياسة تشريع معين يمنع يعني في الدولة في بعض الحالات يعني بدأت نلزم فيه الآن هل هناك خطة للتحول لخدمات استباقية في الهيئة هذا السؤال يعني مهم جاوبوا عليه هل أنا درست الخدمات عندي ووضعت خطة للتحول الخدمات بشكل استباقي تم إجراء تقريبا من حوالي أول شيء فيه لجنة للخدمات الاستباقية تم تشكيلها بال2020 تمام نعم فعلا تم تحويل بعض الخدمات على سبيل المثال اعتماد السم الديل الريجستريشن والسم من خلال دات الماقتصادي دون حاجة متعامل للرجوع للهياء ورسنتلي خلال كوارتر تو هاي السنة تم دراسة جميع الخدمات ووضع مقترح بالتنصيق مع خصم اسعاد متعاملين تم رفعه للقيادة خصم اسعاد متعاملين اتوقع لا اعتماد الخدمات الفعلا هي خلينا نحكي ممكن تكون خدمات سباقية ووضع خطة تحويل كامل لها يعني هو تم التنصيق مع يوسف يعني كمان يعني هاي الخدمات موجودة وهي بارت خلينا نحكي من الفكرة انه كمان دراستها امكانية تطويرها فتم هذا الاجراء اخيا الفكرة الثانية اختارك والاخوال جميعا مرات انا لما ببحث عن الخدمات الاستباقية مرات صح انه انا بهمني تكون كل خدمة استباقية لكن مرات لما بتكون جزء من عمليات الخدمة ممكن اعملها استباقي فقط كمان يعني مثلا انا بذكر مثلا رد الرسوم اذا انا قدمت طلب عندك ويعني ودفعت دفعت الرسوم لكن دفع الرسوم هذا يعني هو جزء من عملية الطلب لكن يحتاج الى موافقة الموافقة اجد بعد سبوعين انه ما في موافقة فالجزء من الرسوم ترد ما لازم اقدم طلب عشان يعني مرات نفكر بالخدمات الاستباقية انه جزء من عمليات استباقية ما في داعي المتعامل يقدمني طلب عشان انا ارد للرسوم لشيء ما تكون العملية مؤتمة ومبرمجة كخدمة استباقية مجرد ما يجيك الرفض على الطلب انا برجعك رسومك مثلا بهذه الفكرة فجميل نفكر احنا بتحول كل خدماتنا الاستباقية لكن اذا فيعنا تحديات مرات نبحث عن جزء من العمليات الاستباقية اللي ممكن انا اعملها داخل الخدمة نفسها ممكن الخدمة ما تظل عندي غير استباقية لكن جزء منها يكون عندي جزء منها يكون عندي العملية نفسة تكون استباقي طيب نسبة تحول هذه او نسبة تنفيذ الخطة مهم جدا نسبة خدمات استباقية عندي مئة خدمة عندي 60% منهم استباقي ممكن وهل انا اتناسب مع الخطة مع تطور الخطة ولا لا في عندي خدمات لن تصبح استباقية مثلا ولا اعتقد انه يعني مرة ممكن وضع انه يعني دراسات ما يمكن تطبيقه كخدمات استباقية الآن هل المتعاملين سعيدين بقيس نسبة الآن صار عندي فئة من الخدمات تسمى خدمات استباقية هل انا بقيس نسبة سعاد المتعاملين عن هذه الخدمات ولا لا الوعد الثالث طلب المعلومة مرة واحدة هذا يعتمد على جزئتين يعتمد على مدى وجود ملف او بسموه customer profile للمتعامل داخل انظمة الهيئة والموضوع الثاني يعتمد على مدى الربط بين الهيئة او بين الجهات الاتحادية او الجهات المحلية او الجهات بغض نظر عنها فمثلا هل انا عندي خطط للربط مع جهات شريكة هل في تحديات في عملية الربط هل الانفرستركتر تاعي هو المشكلة هل الرابط الحكومي يعني فيه اشياء محتاج انه انا ابحث عنها واشوف اين التحديات ولازم احاول اتغلب على كل التحديات وخاصة في الربط مع الجهات فيما يتعلق ب انه انا بدأ اطلب معلومات كم خدمة عندي انا من الخدمات اللي فيها الشركاء مرتبطة فيها عندي عشر خدمات خمسة فيهم رابط وخمسة ما فيهم رابط مثلا بدأ اشوف يعني هذه اشياء مدى استخدام الرابط الحكومي لخدمات كم خدمة عندي انا وضعت على الرابط الحكومي لخدمات هل في ملف تعريفي بكل متعامل ولا هو يعني ارتبط في ارتبط في الهوية الرقمية مثلا ولا انا عندي نفس عندي ملف خاص فيه غير ملف الدخول على الهوية الرقمية بدأ اشوف انا هل ملف الكسما اللي عندي محتاج ان انا اضيف عليه بعثا بعض المعلومات اعملوا تحديث اطلب المتعامل في الخدمة القادمة لما يعمل اقول عندي بيان جديد محتاج تعبيلي اياه عشان انا اقدر افهمك اكتر او هذا البيان جبت انا من جهة من خلال ربط هل استخدام الهوية الرقمية اجبارية او الهوية الرقمية موجودة لكن كم نسبة المتعاملين اللي بيستخدموا الهوية الرقمية في الدخول او الحصول على خدمات الهيئة هذا مهم جدا فهذه يعني الافكار او هذه الاشياء اللي افكر فيها كأني انا بقول انه انا فعلا عم بحاول اطلب المعلومة مرة وحدة ويقول لي كمان انت مثلا في سؤال ويقول لي كم مرة انت كم خدمة تضطر تطلب فيها المعلومة اكتب مرة هل عندكو هذه الحالة مثلا موجودة في الهيئة او مش موجودة ولا كل خدمات اطلب مرة واحدة يعني هل بالضرورة انا اذا اخذت خدمة مثلا ال sim cards واجيت بعدين عالطيف الترددي اقدم طلب جديد ولا ممكن الانفورميشن عندي كسم بروفائل واحد حاليا نحن خدمات الهيئة كلها مربوطة مع نزام الهوية رقمية حتى نحن استغنينا عن normal registration اه كانت احد التحديات والخدمات متاحة للأفراد والأعمال تمام والبيانات اللي يتم استلاما من متعامل ان كانت خلينا نحكي من دات ترمية اقصادية او خلينا نحكي من UAE pass او اي مكان وموجودة ومطلوبة بخدمة ثانية لا يتم طلبها هاي مطبخة جميع الخدمات القابل ا الافراد واختار الاعمال اذا كان في اشتراضات جديدة او معلومات جديدة تمام مثلا والله يحتاج تتاتش نيو ديكمنت او مش موجود هذا الملف باي خدمة تانية بطمم بس الخدمات المعلومات تطلب مرة واحدة للمتعاملات حتى اتلاقي البروفايل طبعه جاي من مكان تاني بغض النظر عن الخدمة اي راح هو عطي في ترددي واخذ سيم كار انا باخد بياناته اسمه مثلا last name هويته email mobile اجل عندي على تدرا بيلاقي البروفايل تبعه موجود باللينك البروفايل تبعه ما في داعي اطلب البيانات مرة تانية طيب جميل جميل الآن البيانات الامنة والاخوة في يعني تقنية المعلومات وامن المعلومات الهدف منها هي مشارقة البيانات الحكومية بين الجهات وهذا الربط كانت كالعمل الاخطار رقب شوي يعني وعندنا في كثير من يعني من الأدلة سياسة المتعامل الرقمي سياسة المنصر الرقمي الموحدة كثير من السياسات تعلق في هذا المجال لكن مثلا نسبة الخدمات المرتبطة مع الشركة مشارقة البيانات مداد تخدام الرابط الحكومي سياسات أمن وخصوصة البيانات اخوان يعني في حد معنا من أخوان من تقنية المعلومات هنا أو من أمن المعلومات لأنه بدنا نميز بين الأمن وبين الخصوية شوي الأمن يعني بتكلم على ما يتعلق بالدخول الآمن والاستخدام الآمن وعدم يكون في أي بريتش يعني الدخول مثلا بطريقة غير آمنة أو مزيف وغير ذلك الخصوية بتكلم أنا عن البيانات المتعاملين كيف أضمن أنه أنا تكون عندي فيها خصوصية لهذه البيانات بحيث أنه تتاح المعلومات الفقط مسموح بتاحته تمام تمام لحنا البندين هدول مختلفين مثل ما تفضل خضر أنا كأمن سياسة الأمن المعلومات لحنا خلينا نحن مطببين الآجو تمام بخصوص هذا الموضوع 27 تمام بخصوص خصوصية المعلومات لحنا كمان في مشروع اشتغلنا عليه بالتنصيق كمان قسم البيانات التابعين للإستراتيجية بخصوص اسمه التصنيف البيانات هاي شو الممكن اني اشاركها شو الممكن اني ما اشاركها تمام كيف انا بدي احمه البيانات هاي تمام وخصوص البيانات الشاركية يعني كان في عنا مشروع التعريف عن بصمة الوجه مشترك مع وزار الداخلية هل سيتم تخزين البيانات عنها لا ما بتم لانه هاي البيانات سرية في ايزو كمان متعلق بخصوص البيانات على الخدمات السحابية كمان سبع وشن وثمنتعش يعني انا مش بروج اله انا بقولك يعني كيف الاشياء تطور لمصارع عمليات تخزين السحابي وعمليات استخدام القواعد البيانات السحابية طلع عندنا يتحدي فيما يتعلق خصوصية البيانات على عمليات الاستخدام الاستخدام القواعد البيانات السحابية أو التخزين السحابي فالآن كم انا مثلا السياسة المعلومات كم هي فاعلة عندي كثير من الجهات عندها سياسة المعلومات بس في جهات عندها ملاحظات عدم مطابق عالي جدا مثلا هل في عندي سياسة لخصوصية البيانات وتعاملين توفر سياسة كيف ان السياسة بتأضمن الفعالة هل هناك انظمة للجودة تتعلق بامن المعلومات وخصوصية البيانات مطبقة وتقارير تدقيق داخلي وخارج كلها تخدمني في انه انا فعلا اركز على هذا الوعد قياس وعي الموظفين بمعايير امن وخصوص البيانات هل في عندي بقيس انه الموظف اللي حسب الصلاحيات والاشياء المتاحة هل ممكن هو معايير الامن الخصوصية ببعث انا مثلا على سمتال البنترشن تست تعملوه بعمل فشينغ سبام ايميل بشوف ووات علق بالخصوصية بعد كمان فكل هذه الاشياء تؤدي الى انه انا كجهة ملتزم بوعد الحكومة باني انا اشارك البيانات بطريقة امنة وبطريقة تضمن خصوصية المتعاملين الوعد الخامس القنوات قنوات الخدمات توفير الخدمات بحيث انه موحدة متنوعة متناسقة انا بدأت للسؤال هنا شو معنا متناسقة هون اخوان مين بقدر يقول لي شو معنا التناسق بين القنوات دكتور نسيح تعطي جائز اللي بيجاوب هذا السؤال يعني الخدمات تكون هناك مطبقة بطريقة صحي نفسها الوصف للخدم نفسها يكون نفسه مطابق موجود مثلا ولا نفترض على الموبايل ااب هذا فيما يتعلق بتوفر المعلومات نعم توفر المعلومات انه المعلومات كمتوفرة على الاب بنفس الطريقة على الموقع بنفس الطريقة على شاتبوت بنفس الطريقة على المغزển صاعة وكل قنوات هذا واحد ايش بعد توفر المعلومات نتفضل طارق حين ل nego ى طارق ممنوع فيج هذا توفر التناسق يعني لما أقول أن القنوات خدمة موحدة ومتنوعة ومتناسقة متناسقة يعني كيف تقيس التناسق هون السؤال يوسف تفضل لا كمان يوسف قنوات تكون متناسقة بطريقة أن أنا إذا قدمت على خدمة مثلا في التطبيق الإلكتروني أقدر أقدمها أكمل عليها في الموقع أقدر أكمل عليها في مكان ثاني بدأتها في مركز الاتصال أقدر أكملها بعدين عن طريق الموبايل أبليكيشن هذا التكامل بين القنوات والتناسق التناسق صحيح كلام جميل بس شوف التناسق خشوف طارق وعندما نقول لكم شو التناسق هو مكتوب هني تناس برقبة المتعاملين بس كيف كيف أكون أنا خدمات وتناسق أنا أجي أسألك سؤال أعطيني أمثلة أو أعطيني ثبات أن خدماتك متناسقة أو قنواتك متناسقة شو بتقولي لي؟ أعطيني أدلة على أنه تناسق القنوات توفر المعلومات بنفس المستوى هذا واحد نعم فضل لأخ طارق بس ما لك جائز الآن فيه احتمال مثلا أنا لما يكون عندي خدمة موجودة على التطبيق وخدمة موجودة على الوب سايت تمام احتمال بعض الأحيان الملفات المطلوبة لتقديم الخدمة لا يمكن إتماما من الموبايل فحتلاقي أنه إجا المتعامل قدما مثلا من الموبايل لا فيه اختلاف هذا عدم تناسق نعم هذا عدم تناسق هاي أحد النقاط اللازم نحن نأخذها بعي الاعتبار مثلا أنا والله بدي أدام تخدمي عن طريق الواتس أب مثلا يعني التصميم ما لا تكونك عندي grid أو table أنك أنت ترفق فيها information مثلا يعني والله الوب سايت بتحمل أنت عن الوب سايت مسموح لك مثلا مثلا ألف كيلو بايت بتروع على التطبيق بيقول لك والله هندد كيلو بايت هذا مش يعني حجم الدوكمنت التناسق كمان السعادة المتعاملين بقيس فئات السعادة نسب السعادة عكل قناة إذا أنا الموقع الإلكتروني 90% والتطبيق 90-92% وخلنا نقول مثلا والله الـ chatbot أو مثلا 80-50% إذن فيه تناسق بالسعادة هذا واحد تناسق في المعلومة تناسق في الاستخدام بعد عندي ليش الناس مثلا عزيزة مثلا والله 10% باستخدم التطبيق وإذا كان غير مبرر 90% بتروح وين على الموقع الإلكتروني إذن أنا استثماري في هذا التطبيق ما كان فيه يعني فيه شيء معين في التطبيق نتيجة تفضيل نتيجة خلل نتيجة تعلم توفر نتيجة فبالتالي محتاج أنا أوفر القنوات من طريقة متناسقة وزي ما قال أخوي يوسف كمان التكامل في الخدمة إنه أنا عندي إمكانية أكون أنا على الموقع الإلكتروني أحول على مجزة تصال أكون مجزة تصال أحول على الموقع على التطبيق أبدأ في التطبيق وأنتهي في الموقع الإلكتروني هذا كمان جزء مهم جدا بالإضافة نحن مرات نبحث عن تجربة المتعامل هل التجربة المتعامل موحدة متناسقة على كل القنوات طبعا ضمن ظروف القناة بس أنا لما بقارن تطبيق وبقارن الموقع مفروض أن أنا أحصل تقريبا على نفس التجربة وتكون نتائج دراسات التجربة في عمليات الدفع في عمليات الاستفسار في عمليات خلنا نقول تقديم الطلاب في الإنساء الخدمة مفروض تكون نفس التجربة مصممة بطريقة فهذا معنى التناسق وبالتالي نحن نقول هنا هل في عندي أنا قنوات متعددة طيب الآن الميتافيرس صار عالم موجود الآن هل إحنا حنكون جزء من هذا العالم هل فكرنا في نوفر القناة على الميتافيرس مين منكم اشترى أرض على الميتافيرس بعد ولا ما حنشترى منكم أرض أو عقار لغاية الآن ما هي على القنوات الرقمية المتاح ما هي نسبة الاستخدام هذا يقولنا الاستخدام مدى تكامل القنوات زي ما تفضل أخو يوسف هل القنوات متكاملة مع بعضها ببدأ في مكان ومقدر أكامل في مكان آخر هل أنا مستخدم الرابط الحكومي للخدمات على هذه القنوات كلها موجودة على رابط حكومي موحد واجه حكومي ووحدة الوعد السادس توفير باقات من الخدمات تكلم عن باقات استباقية وهذه الباقات يمكن نقدمها قبل المتعامل ما يطلبها وهي مبنية على أحداث الحياة نقولنا الارتباط الزماني ارتباط المكاني ارتباط تغير الحالة وأحاول أتذكر شو الرابع طيب مدى توفر باقات الخدمة هل عندي أنا عملت دراسة لتجربة المتعامل مع قنوات الرقمية وشفت أنا هل في عندي مجال لتكون عندي باقات وخاصة الآن نبدأ نركز إخوان نبدأ نركز الآن على الباقات الخارجية مع الجهات الخارجية يعني الآن موضوع الباقات الداخلية صارت يعني واضحة للجهات ومعروفة وين ممكن أعمل باقة وين مش ممكن أعمل باقة لكن الباقات مع جهات خارجية لازم نبحث احنا عن يعني خدمتيا أنا اللي بقدمها في الهيئة هذه أين ترتبط بخدمات أخرى على مستوى جهات اتحادية أخرى نسبة الخدمات الاستباقية مرة ثانية سعادة المتعاملين قياس سعادتهم بالخدمات اللي أنا بقدمها الاستباقية وما تكون الخدمات الاستباقية كلها تذكيرية فعنا تكون يعني نطفي عليها فعلا صفة الخدمة الاستباقية من الوعد الإمارات السابع اللي هو إنصات الصوت المتعامل احنا قلنا هناك الإنسان أولا وهنا بننخذ بعين اعتبار ملاحظاته مقترحاته ملتقيات المتعاملين والشركات تغذير الراجعة نفس اللي عملناهم في الأول يعني بس بشكل إنه أنا هنا بدركز على أنه عن الأنظمة اللي عندي فالإنسان أولا بدأ شوف أنا كيف وظفت هذه المعلومات اللي تصدر من هون وكيف أنا دخلتها في مبادرات تشغيلية ومبادرات تطويرية بهدف إنه أنا أحقق الإنسان أولا هنا أنا بقول شو الأنظمة اللي عندي وما هي الأدوات اللي بستخدمها للإنصات لصوت المتعامل وضيفوا عليها المتكوية يعني ضيفوا بلس 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 هل أنا بقيس مثلا نتائج قياس نبض المتعامل نتائج دراسات المتسوق السري نتائج قياس سعادة المتعاملين كل هذا من صوت المتعامل بعدين هل أنا بشارك النتائج مع المعنيين هل بعلن أنا بشكل شفاف عن نسبة سعادتهم معي نسبة أهم المقترحاتهم أهم ملاحظاتهم والوعد الأخير الأخذ الوعد الأخير خدمات ذات قيمة مميزة فإذا بتلاحظوا إحنا في نظام نجوم العالمي المبدئين اللي هم يعني الكفاءة والتركيز على المتعامل أحد المبادئ الكفاءة التشغيلية فبالتالي هل الجهة تقوم ب يعني دراسة ما يتعلق برفع كفاءتها تشغيلية هل هناك يعني كثير من الجهات بتقوم بمشاريع في إعادة هندسة العمليات لكن هل وفرنا النتائج كم اتغيرت عندي أداء العمليات الخدمة لما أنا بوظف التكنولوجيا الناشئة كم استثمرت وكم أنا صرت كفو في يعني إحلالت التكنولوجيا مقابل العمل العنصر البشري هل هل الرقمنة والأتمة على الخدمات كان إلى أثر قسته أم لا قسته هل تكلفة العمليات عندي يعني يمكن قياس بعضها هل إنتاجية الموظفين وخبرتني دكتور نسرين في الصباح أنه يعني في عندكو تجربة ريادية فيما يتعلق بقياس إنتاجية الموظفين يوم العمل يوم الجمعة يعني هذا كمان شيء إيجابي فهذا هنا أنا بكون طبعا بالتالي بالتالي أنا بعرف موضوع الرسوم هذا هو موضوع يتعلق بقرار يعني قرارات سيادية على مستوى الحكومة لكن لما أنت تثبت للحكومة أن أنا بخفض الكلفة على الحكومة بشكل عام الحكومة ساعتها ستفكر في إعادة جدوات الرسوم بناء على التكلفة الكفاءة التشغيلية الجديدة وهذا مرتبط تقريبا بمحوى الاستراتيج الخامس وهذا تقليل تكلفة على الحكومة والمجتمع الآن هذه الوعود وهذه أمثلة يمكن استخدامها في مبادئ تطبيق مبادئ الكفاءة الحكومية الآن سؤال هل تم نشر وعد حكومة الإمارات في الهيئة هل هو بتوفر على جميع القنوات موجودة مش موجود طيب هل تم تعريف الموظفين والمتعاملين بالوعد هذه الورشة يعني ما هي أصلا جزء من هذا الهدف يعني طيب هل تم قياس موجود الوعد على الديسكتوب طبعا الموظفين وعلى سكرين سيربر طبعا الموظفين طيب قصت مدى الوعية أخطارق القياس هل تم ربط مجلس بضع وضع ممكن ربط مؤشرات هل هناك مستهدفات معينة هل تم قياس هذا ما يتعلق بالأسئل المتعلقة بنظام النجوم العالمي تصنيف الخدمات ما يتعلق بوعد الإمارات الآن أخيرا سريعا في دليل إرشادي وهذا بجزء إخوان في اتصال الحكومي يعني معنيين بهذا الموضوع يتعلق بنشر وعد حكومة دولة الإمارات فالدليل إرشادي عندك مثلا بانرز عندك مثلا هذا في المصعد وهذا عندنا مثلا على سطح المكتب ونفس الدليل أكيد أخوان يعرفوا عنه أنه ما هي شروط المتوفرة على الموقع الإلكتروني على سطح المكتب وعلى المواقع التواصل الاجتماعي ف بذلك يعني بكون إحنا انتهينا من الورش التوعوية والتفاعلية فيما يتعلق بوعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل